استقبل وزير العدل عدنان فنجاري الأنباء بيه من بطموتران نقادة وقوس مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس والمهندس كامل ميشال عضو مجلس الشيوخ منصق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة وذلك لتقديم تهنئة قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وتقديم التهنئة لوزير العدل بمناسبة توليه حقيبة الوزارة وخلال هذا اللقاء أعرب وزير العدل عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير لقداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية مثمنا دور الكنيسة الوطنية والاجتماعية وأتمنيا دوام التوفيق والسداد وأن ينعم الله على مصر الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة رئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر